من يتسلم مهمة وكيل الاحتلال الإيراني وإيهما أقرب وأجدر بالمنصب المسمى حكومة بغداد على هذا يدور الصراع ويشتد بين جبهة كتل الميليشيات التي خسرت الانتخابات أمام صعود تيار مقتدى الصدر وتغلبه على منافسه في التفاصيل الصغيرة شركائه في المسار العام للعملية السياسية وبين هذين التحالفين الصدر ومن معه وتحالف الميليشيات يقف اتلاف المالكي في صف ما يسمى قوى الإطار التنسيقي فتصريحات أعضاء اتلافه المتصاعدة تشيب أنه سيكون له دور في ضبط إيقاع الكتل والأحزاب وجمعها تحت مظلة واحدة تدخل الجميع في أروقة الحكم وتحفظ لهم امتيازاتهم وتجنبهم سيناريو الانهيار ذلك السيناريو الذي ظهرت مؤشراته عبر الحراك التابع للميليشيات وتهديدهم باللجوء إلى العنف ورفضهم نتائج الانتخابات وفطح عمليات التزوير فيها وفي المقابل لا يبدو أن الصدر سيخفف من لهجة التمسك بخيار الكتلة الأكبر الذي يرسمه عبر سياسة ناعمة مع اتلاف المالك كما تشير تصريحات الساسة هذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها تجاذب بين الكتل فبعد كل انتخابات يتأخر تشكيل الحكومة وتختلف الأحزاب على المناصب السيادية حتى إذا عجزت الكتل عن الوصول إلى حل توافقي يتدخل الطرف الإيراني وينهي المسألة ما يعقد المهمة هذه المرة هو الظرف الإقليمي الذي أثر على إيران بدرجة الأولى كما أن التفاقم خلافاتها مع أمريكا يؤثر على مزاج العملية السياسية في العراق التي تسير وفقا لتوازن المصالح بين واشنطن وطهران ويرى مراقبون أن شركاء العملية السياسية يقفون على خطوط نيران ستندلع إذا لم تجد ما يبردها من رعاة المنظومة الحاكمة في الخارج